اشتركوا في القناة دولية جمال الخيل العربية الفين واربا وعشرين التي استمتعنا في النسختين الاولى والثانية واستمتع جميع محبي مسابقات جمال الخيل العربية حيث شاهد ايضا هذه البطولة بنسختها الثالثة تم الاستعداد لها لاخراج هذا الحدث في ابها صورة وفقا لاعلى المعايير العالمية حيث ان هذه البطولة هي المرة الاولى التي تصدي فيها مدينة العين بطولة دولية للخيل العربية وذلك بهدف نشر فعاليات الخيل العربية في مختلف مدن امارة ابو ظبي باعتبار الفروسية من الانشطة المهمة المتعلقة بتراث وتقاليد اهل الامارات الآن سنكون مع العرض الجماعي لشوط المهرات بعمر سنتين الفي الف ونعود معكم بمشيئة الله مع العرض الفردي واعلان النتائج اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة في هذه المترجمات أريد أن أتمنى المترجم للقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لسبونا بي بي جي الشركة الزراعية بي بي اي حصلت على تسعة وثمانين فاصل خمسين نشاهد النتيجة اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 في أصل ثلاثة نشاهد النتيجة المترجم للقناة 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 وصلت على 90.7 المترجم للقناة المترجم للقناة ترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة واتراثين لراشد السيد الزعابي 90.5 نبارك المتأهلات وبلن الفائزات بالمراكز الخمسة الأولى وسيتفضل في هذا الشوط السيد ممتاز فايز العلاف للجنة المنظمة العليا لبطولة الشراع الدولية لجمال الخير العربية ومعية السيد حمدان أحمد الحربي مساعد مدير بطولة الشراع الدولية لجمال الخير العربي مساعد من الراجرة الرئيجة حقيق العربي مساعد غير ممزغرا شاعة النمج اسوسي مساعد لفرق العديد 어느 forgave أذيذ ال؟ن الجيلية وسي 안마 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة